تبحث محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية يوم الثلاثة بالرباط مع نظيره الإثيوبي سفيان أحمد بوسعيد أكد عقب هذه المباحثات أن المغرب وإثيوبيا عازمان على تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات المدخل لهذا التعاون هو إعداد العديد من الاتفاقيات أو مشاريع الاتفاقيات التي إن شاء الله سوف توقع قريبا فيما يتعلق بحماية الاستثمارات وفيما يتعلق بتجنب الزواج الضريبي وفيما يتعلق أيضا بإعداد اتفاقيات من جيل جديد للتعاون في قطاعات متعددة وكان هذا اللقاء فرصة للطرفين لبحث الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات كما أشار وزير المالية إلى أن قرب افتتاح صفارة لإثيوبيا في المغرب سينعكس على تعزيز وتسريع وطيرة الشراكة بين البلدين